ذكر موقع مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام أنه نزع ما يقارب خمسة ألاف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال عشرين يوما منذ الثالث من أكتوبر الجاري وأشار إلى أن ميليشيات الحودي زرعت كميات هائلة من الألغام في الأراضي اليمنية حتى استحق هذا البلد لقب أكبر دولة ملغومة منذ الحرب العالمية الثانية وقال موقع مسام أن الفرق التابعة للمشروع تسابق الوقت حتى لا يقع المدنيون فريسة لهذه الألغام